السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي سوف نوضح فيها عدة أمور مختلفة بداية قبل أن أبدأ الحلقة أريد أن أوضح لكم أمرا مهما فأنكم تستطيعون سؤال أي سؤال يغطر على بالكم وأننا هنا فريق متكامل في هذه القناة سوف يجيب على سؤالكم واستفساراتكم بداية تأثير رائحة الكولور على الحامل بداية سمعنا العديد من الأقوال التي توضح الأضرار السلبية لهذا الأمر ولكن في هذه الحلقة سوف أقول لكم هل حقا صحيح هذا الأمر أم خاطئ بداية لنتجه إلى تركيب أنكلور والذي يحتوي على العديد من المواد الكيموية والعديد من الأمور المضرة حتى إذا لمست الجلد سوف تضر بشكل كبير جدا فبالتالي عملية الشم للمرأة الحامل قد تؤدي إلى تشوهات خلقية في الجنين وإذ يؤدي شم ورائحة أنكلور إلى بطء نمو الجنين ومن الممكن أيضا أن يؤدي كما ذكرت إلى حدوث عدة مشاكل والتي من الممكن أن تتطور قليلا فقليلا إذ تكرر هذا الأمر والذي لسمح الله قد يؤدي إلى فقدان هذا الجنين موسيقى